بصر بن أرطاء مين بصر بن أرطاء؟ ممكن تعتبروه أحد رجال البخاري تقولي إزاي يا أستاذ فايز ده أحد رجال البخاري ده كتاب التاريخ الكبير الجزء الثاني تأليف مين البخاري طيب ماذا يقول؟ يقول نعمل سكرين شوت كمان يتكلم عن بصر بن أرطاء أو ده بصر بن أرطاء عفوا ويقال ابن أبي أرطاء القرشي يعد في الشاميين يعني عشان أكثر وقته كان في الشام عفوا الرقم الصفحة هي 123 قال سمعت أبي يقول سمعت بصر بن أرطاء يقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها يبقى إيه ده بصر بن أرطاء يبقى مدام سمع النبي صلى الله عليه وآله أو يقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله يبقى إيه يبقى صحابي بين بصر بن أرطاء طيب بصر بن أرطاء ده صحابي أعمل إيه الصحابي الجميل ده كان على فكرة عمر بيحب الصحابي ده ما هو كل يعني طيور على أشكالها تقى يعني كل واحد يحب جماعته ده كتاب اسمه تهزيب الكمال في أسماء الرجال للمزي المجلد الرابع شرحه شعيب الأرنقود مؤسسة الرسالة طيب نعمل سكرينشوت كمان في الصفحة زي ما وضحوا الدم حضراتكم 64 الصفحة 64 الجزر الرابع تهزيب المزي يقول وقال أيضا حدثنا بن أبي لهيعة وليس عن يزيد بن أبي حبيب قال كتب عمر بن الخطاب إلى عمر بن العاص أنفرض لمن شهد بيعة الحديبية أو قال بيعة الرضوان مئتي دينار زي ما تقول حضراتك دلوقتي ممكن تجي خمسين ألف جنيه يعني وأتمها لنفسك لإمراتك قال ابن أبي لهي عن يزيد وأتمها لخارج ابن حزافة لضيافته ولبصر بن أرطاء لشجاعته عمر الخطاب يصرف 200 دينار أو 200 دينار لمين لبصر بن أرطاء 200 دينار ذهب على فكرة 200 دينار ذهب لمين لبصر بن أرطاء عشان إيه ليه شجاعته شجاعت بصر بن أرطاء دي حتكون إزاي يعني حتكون في إيه نشوف شجاعت بصر بن أرطاء هذا جاء له معاوية بن أبي سفيان خالكوا على فكرة فمعاوية بن أبي سفيان قال لي بصر بن أرطاء لو ما كنت تقول أنا عوز أقتل علي بن أبي طب طيب دي أنا أتفضل أهو علي بن أبي طب قدامك ولو أقتلوا لو أتلتوا ربحت لو أتلت حتروح لجنة يلا فبصر بن أرطاء ذهب إلى عامل بن أب طب فهو وأثناء قتاله فعلي بن أبي طب صراعه فيعمل إيه بصر بن أرطاء كشف عورته يعني إيه يعني زي يقول لحضرتك يعني يعني مش ملطة كده يعني ألع هدوم قدام علي بن أبي طلب عليه السلام علي بن أبي طلب أمير موين سلام الله عليه لا يعني قبنة زي دول مش حاوز يقتلهم يعني يقول لسي رواح يعني رواح ويغطيينه ورأها فده معروف فضحكوا عليه وكتبوا الأشعار في زم بصر بن أرطاء ده أحصي غار الصحابة ترجمة نانسي قنقر